عملنا في المحاضرة اللي فاتت ال recipe model دلوقتي ممكن احنا نستخدمه recipe list component.ts هنفتحه كنا معرفين property اسمها recipes و احنا قلنا انديه array of recipes طيب دلوقتي هديها type الطيب اللي هدولها هو الموديل اللي احنا لسه عاملينه في المحاضرة اللي فاتت اللي هو اسمه اسمه ال class كان اسمه recipe و طبعا بس هو مش recipe واحده هديها array of recipes طيب انا ال visual studio هنا الواحده عمل امبورت لل recipe من recipe model خليني امسحها و نعملها بادينا يعني هاجي هنا هرجع ثاني كده وهاجي كده و اكتب من نوع recipe وهي دي array وهاجي هنا فوق لازم اعمل امبورت لل recipe دي اللي هي فين اللي هي هنا ال class ده اللي هو اسمه recipe فهاجي هنا هعمل امبورت و لازم اكتب نفس اسم ال class هنا اللي هو export class ده لازم اكتب نفس اسم ال recipe ده بالظبط بنفس اللي اسبانيك و بعد كده اقول له from طيب انا دلوقتي يوقف فين انا دلوقتي في recipe list component هنا في recipe list component طيب في recipe list component لو قفلناها هنلاقي recipe model موجود بعد في نفس ال directory بتاع recipe list فمعنى كده ان انا لازم اهو معنى كده ان انا لازم اطلع من هنا اطلع يعني انا واقف هنا اطلع من هذا الفولدر وابتدي ان انا اكتب الباص بتاعي يعني كده اكني بعمل change directory على طول او cd رجعت مرة الورا ولقيت recipe model موجودة هي و هنا اضع سمي كولون كده خلاص اعرف ان recipe ده هي اللي هو فيه object مكون من name description و image boss هاجي هنا وهعمل save كده خلاص بقى ال type بتاع ال property اللي اسمها recipes the array of recipe والreciبي ده object تعارفين ال structure بتاعه دلوقتي خلينا نعمل dummy data كده لل recipe على اقل نعرف واحد بس هنا طيب هكتب new عشان اخلق instance جديد من recipe recipe و ما بين الكوسين ده المفروض هكتب الحاجات اللي انا ببعثها لل constructor يعني هنا كنت ببعث له name description و image boss مثلا هنا هابعدمي data ال name في الاول ممكن اخلي recipe 1 وبعد كده هابعدله description the description of the recipe recipe 1 وبعد كده المفروض ان انا هبعت له image boss طيب image boss انا ممكن اروح نجيبها من جوجل نجيب link image ونحطه عندنا هنا هاجي هنا وهكتب recipe image ونحطح image ونحطح المفروض 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 ونأتي هنا ونحطة copy image address ونحطة بExpli يبقى انا كده عملت اول recipe عندي في الrecipes array دلوقتي اروح الrecipes component html وكان فيها الapp recipe list هنا لو فتحت الapp recipe list html المفروض هنا اعرض الcomponent بتاع الapp recipe item وهو مش هيبقى component واحد هو هيبقى array يعني كذا item تحت بعض بس خليني فوق في الاول اعمل row ورو ادي له كل xs12 وعايز اعمل هنا ضرار او اعمل button هو دلوقتي مش هنعمل function بتاعته بس هنخليه موجود عندنا كتمبلت الضرار ده كل وظيفته ان هو بيعمل new recipe لو انا عايز اضيف recipe جديدة في الري بتاعي طيب اعمل button ادي له class من bootstrap بتاعيه موجود بتاعيه موجود بتاعيه موجود واسميه هنا new recipe ممكن اخليها وبعد الرو ده هنزل تحت هعمل routine و dot col xs12 اه 12 عشان انا عايز اخد ال size كله بتاع الكولوم بس خلي بالك ان ده نستد من ايه ده نستد من الكل خمسة فهو هنا وياخد size 5 و انا عايز اخد ال 5 كله فبخلي x12 او xs12 فبخلي بعد كده هاجي هنا المفروض ان انا احط الاب recipe item هنا ودلوقتي هاجي هنا في ال div ده و هعمل اه هتديه class list group item طبعا من ال bootstrap وفي ال a هتديه class list group ايه ده هيبقى هو المفروض يعني ان الكود ده كله هيبقى في ال ab recipe item بعد كده يعني ده هيبقى ال item بتاعي طبعا انا انا مخليه ايه عشان المفروض يبقى clickable اول ما دوس عليه يظهر لي the detail بتاعه في الناحية اليمين طيب بعد كده هعمل div و جوة div هعمل h4 و هتديه class list group item heading و المفروض ان هنا هكتب recipe name طبعا دلوقتي بكتب dummy data بس المفروض ده هيبقى dynamic وبعد h4 هعمل paragraph list group item text text والمفروض هنا هيبقى description بتاع recipe طيب وبعد كده خليني اعمل هنا span والspan اديها class من bootstrap اللي هو bootstrap نعمل باستميه باستميه bool-write لكي تبقى الصورة في الناحية اليمين من tg و بعد كده سيأتي هنا المفروض ان الاسبان سيبقى فيها إمج والصورس بالإمج هو الURL الذي نضعه في الرسمي فقط دعني الآن أضغطها من البوتستراب الخاص بـ responsive image-responsive و أضغطها inline style max height equal 50 bx طبعا ثاني المفروض ان الكلام ده كله او الكود ده هيتحط في الab recipe item بس دلوقتي خلينا نعملها في السكشن الجاي ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل بوس للـ data من component الـ component ثاني اللي هي الـ recipe list اللي عندنا اللي احنا معرفينها في recipe list.ts هنا بس دلوقتي خلينا نكتب الـ dummy الـ dummy code هنا ده او الـ dummy data ده وبعد كده اللي هو الـ recipe name والـ description والـ image وبعد كده الكلام ده هيتحط في الاب recipe item طيب دلوقتي ان شاء الله في المحاضرة اللي جاي على طول او الفيديو اللي جاي على طول هنعمل الـ dummy data وهنكتب مكانها الـ data بتاعة الـ recipes array اللي عندنا هي فيها دلوقتي item واحد بس على الاقل هنظر الـ item ده هنا انت ممكن قبل ما تتفرج على الفيديو الجاي حاول تعمل ده بييدك انت لوحدك وان شاء الله هنعمل ده في الفيديو الجاي شعر اشتركوا في الشعر اشتركوا في القناة لائد اشتركوا في القناة